المشكلة أن الكل يتنصل من مسؤولية قفزة أسعار الدولار في العراق البنك المركزي إذا بها برقبة الإجراءات الجديدة باشتراطات البنك الفيدرال الأمريكي والفيدرال الأمريكي نفسه يعبر عن استغرابه من جو الصدمة ليعيش سوق المحلي المالي بالعراق لأنه يقول وفق ما قالت أول ستريت جورنال أن إجراءات ضبط حركة العملة في العراق ليست مفاجئة أساساً لمسؤولي البنك المركزي العراقي أما المصارف عدا مصارف على الغلام الأربعة قال لي على صفحة لأنه سقتم بكتم محجة كل شيء المصارف تقول نحن عبد المأمول ننفذ تعليمات المركزي بينما التجار يقولون لا حاجة بنا لسحب الدولار من السوق في حين لدينا إجازات استيراد نسترم بموجبات دولارات من البنك المركزي صدق ليش يروح للسوق أما أصحاب الصيرفات فيقولون نحن الحلقة الأضعف لكن أبويه ما يقدر إلا على أمي لذلك مفاسد دولة تفترع عليهم والدولة كلما أصبح مشكلة بالدولار الذب اللوم عليه مع العلم أن من يتحكم بسلطة الدولار الحقيقي ركزوا ياه اللي يتحكم بسلطة الدولار الحقيقي من يتحكم بسلطة الدولار الحقيقي بالعراق هم تنابر الكفاح والحارثية إن تنابر الكفاح والحارثية البنك المركزي الموازي في العرق والبنك المركزي جاملها بصراحة الصراحة البنك المركزي شكله يريده وما يريد يحاسب وما يحاسب سياسة عين بالجنة وعين بالنار وهناك وعلى أساس معالجة الأزمة يتحفنا بقرار السماح بسحب الدولار لغرض السفار في غير الموسم وما الناس ما تسافر وتعال قدع عشرة علاف دولار للمسافر لا يحق له صرفها إلا خارج العراق ما تصبر إن هذا حل يريد يقنعنا إن هذا هو الحل لكن الحقيقة إنه فتح شهية المصارف في شراء الجوازات شراء الجوازات مو الدولارات وسحب الدولارات بالجوازات ليتدخل طبعا زاده الطينبلة ليتدخل الفيدرال الأمريكي ويفرض أنه كل مسافر حقيقي لازم يثبت ذلك برقم بطاقة السفر وهذه مسؤولية منه البنك المركزي فتعقد المشهد وزاد المركزي الطينبلة